السلام عليكم وخيرا جربت لعبة باتل جراونز اللعبة اللي هنت اعتبرت جدا شهيرة واغلب الناس بيلعبونها على البي سي بشوف ناس كثيرين بيتفرجون عليها في التويتش بشوف مقاطع كثيرة لها في اليوتيوب وقلت خين اجربوا واشوف اللعبة وبصراحة اللعبة جدا ممتعة فكرة اللعبة بسيطة جدا انه ميرمونك في عالم مفتوح ويقول لك انت حاول انك تكون اخر واحد حي فهذه شوية صعبة بسو لكن قبل ما ابدأ المقطع واتكلم عن اللعبة اكثر بس حاب اذكركم انه قاعد اجرب اللعبة دي على كرت الشاشة من انفيديا جي تي اكس 1080 تي اي وعلى دقة 1080 وايضا المواصفات على اعلى شيء كان بامكاني اني اجرب اللعبة على الفور كي بسو لكن على الفور كي اذا تبغى تجيب فوكس 60 فريم لازم شوية تنزم من اعدادات بعدما تخليها على الالترا لازم تخليها على الهاي او الميديم وايضا زي ما انتوا شايفين فرقنا الشاشة فيها الفريمات اللي كنت العب عليها اللعبة غالبا يوصل اقل شيء 70 واكثر شيء واصل الى 120 وهذا يعتبر شيء جدا ممتاز طي في البداية الفكرة جدا سهلة اول شيء يطيرونك بطيار يودونك على جزيرة جدا كبيرة يكون في مئة شخص حينزم من الطيارة هذي وكل واحد يختار المكان اللي بينزل او متى تبغى تنزم من الطيارة فتنزم من الطيارة وتروح تشوف لك اي بيوت قدامك وعيضا اذكركم انه هتنزل ومعك ولا شيء لا سلاح لا درع ولا اي حاجة بس الله هم لبس بس هذا الشيء الوحيد اللي عندك فتنزل تخش البيوت خشخش فيها تدور دروع اسلحة بسرعة قدر الامكان لازم تدور اكثر شيء فهذا الشيء جميل بعض اوقات اطيح على بيت تلقى فيه رشاش تلقى فيه فرضا سنايبر فارضا تلقى مسدس بعض اوقات تلقى سكين بعض اوقات يكون حظك كويس وبعض اوقات ما يكون حظك ممتاز فانتو حظك وايضا بعض الاشياء اللي تقبلني في اللعبة لما اول ما انزل بعض اوقات في البراشوت احاول اني قدر من استطاع اني ما اخلي احد قريب مني او اني انزل في وقت اشوف انه ما احد نزل بس بعض اوقات يجيك ذاك الانسان الغليس اللي ينزل معاك وتطل في بعض كده انت نزلين ببراشوت تقول ايش نزلك معايا فتحاول انكم تتسابقون انتو الاثنين انه كل واحد بسرعة يلاقي له اي سلاح وياخذ بسرعة عشان يكتل الثاني بعض اوقات تتبرط وبعض اوقات تطلع معاك سلاح كويس بدين كمان ايضا دارسين فكرة اللعبة مرة بشكل جيد احلم في انه بعض الناس يقولك طيب يمدين ماب مرة كبير وعالم يعني جدن جدن كبيرة جزيرة فيمديني ازمن في اي مكانة ليل لما الناس تموت وتقاتل بعضها وخلاص انتهى لا في زيل دوارة كبيرة زيل حاجة كده زيل تسمومها وما ادري بتضبط اشي بس انها دائرة زرقة ويطبط تذبق زيل دائرة بيضة يقولك هذا المكان اللي هو ما فيه اي تسموم او ما هيجيك اي حاجة في يخلوك تضطر انك تتحرك من مكانك انك تروح لهذا المكان وكلما يصغرون الدايرة البيضة ويخلوهون الدائرة كبيرة كمان تصغر 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 لانما يصغرون منطقة بالكامل عشان يجبرون كل اللعيبة انهم يتقابلون في هذا المكان بالذات عشان يجيسوا يطاحنوا مع بعض فانت وحظك ايضا كمان انك يمكن تنزل البراشوت ويمكن تلاقي المكان هذا اللي هو اللي يعتبر السيفتي والمركز الامان يكون شوي بعيد عنك فتضطر انك تختار السيارة وانك تلقي السيارة في الخط تأخذها وتمشي فيها وتحاول انك تبعد عنها ولازم تأخذ حذرك قدر المستطاع وايضا الاصوات في اللعبة جدا مسموعة الخطوات الطلقة الاسلحة السيارة لازم تمشي بقدر ممكان انك تمشي بدون ما حد يسمعك حاول انك بعض الوقات حتى في اعدائك قدامها واشوفهم اتركهم يمكن ما اكتلهم بس اشان اخاف انهم يسمعون اصوات اشان ترام يعني اغلب الناس يكون فيهم كذا زي ما تقول حمجية كذا بس يبغي يشوف اي واحد يروح يكتل على طول عشان كذا اقول لكم ونصيحة انه حاول بقدر المكان انك تكون دايما على الصامت يعني لاحد يسمعك وحاول انك تعرف تحركاتك زين ولا تاخذ السيارة بكثرة ولا تطلق طلقات عشوائية بالسلاح لانهم حيسمعونك على طول العداة الثانين لانه فكرة اللعبة انه كل واحد يكتل الثاني ويبقى الوحيد اللي في القيم من بين مئة شخص اخر واحد عايش هو اللي يفوز فمرة انبسطت بالقيم مرة استانست فكرتها مرة مرة جيدة بس ولكن حاليا اللعبة متوفرة على البي سي اللي هو البيتا موجود تقدر تشتريها الظاهر ب20 دولار ولكن حتنزل على الكنسول مثل الاكس بوكس و بلاي سيشن 4 حينزل على النهاية 2017 بس ولكن اذا انت مرة متحمس انك تجربها حاليا فيمديك تجربها حاليا على البي سي كذا نوصل على هذا المقطع عن انطباعي عن لعبة باتل جراونز وكانت بصراحة اللعبة يعني اذا عندك في سي حاليا انا انصح انه لاحق يحمل ويروح يجربها بصراحة فكرة مرة رايعة لعبة ابدا ما فيها شي اسمه درعم اللعبة فيها تكتيك استراتيجية يمديك تلعب ايضا مع اخويانك يمديك تسوي فريق وتلعب مع بعض ومرة مرة جيدة اللعبة فلا تفوتكم وكام معاكم عمران الحازمي ولا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة